اشتركوا في القناة 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 الخلفيات عفوا من أصعب أنواع الخلاف الخلفيات التي اختلاف في الناس في الأسرة في وضع الأسرة اختلاف الناس في الدين في اللون في العرب في المذنب إلى غير ذلك ويعني دعونا نضرب مثال على ذلك اليهود حكينا على قصة يهود في المدينة وكيف نظرتهم للنبي الجديد عليه الصلاة والسلام اليهود طوال يعني الإحصائيات بتقول أنه الذين أسلموا من اليهود ثمانية فقط طوال تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية فقط الذين دخلوا في الإسلام طبعا مواضح أنه السبب الاختلاف الكبير في الخلفية يعني هنا اختلاف في الدين اختلاف في الأصل في اللغة في الأهداف في العادة لا ينفسر الناس لا ينفسر الناس هذا النار من الخلافات اللي هو اختلاف بسبب الخلفيات لا يذكروش اللي هو بصورة وارحة أنه الاختلاف بسبب الخلفيات وإنما يدعوا أن القصة قصة مبادئ قصة قيم إلى غير ذلك وانظروا إلى القصة اللي بنا نحكيها الآن قصة أبو جاهل أبو جاهل اسم الحكم ابن هشام أعرفين شيء أني واحد اسمه الحكم يعني كان يذكر بعقله بين كبار بين سادة خريش عمر بن هشام أبو الحكم كان اسمه عمر بن هشام وكان يكن بأبو الحكم لحكمته وهو الذي قال فيه رسول صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين وكان يقصد هنا عمر بن فطاف أو عمر بن هشام أبو الحكم أبو الحكم سمي بأبي جهل للسبب التالي اسمع إيش بقول أبو الحكم بقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك بيحكي على الإسلام وعلى القرآن اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك لو واحد عنده ثرة تعقل إيش بقول بيقول فهدنا إليه بيقول اللهم أهدنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطلة باطلا وألهمنا اجتنابك اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اجتناب عذاب أليم هناك أحدين يتظروا يتعقل بيقول كلام مثلين هذا عمر بن هشام الذي كان من قال عنه أبو الحكم والرسول صلى الله عليه وسلم سمى بإيش سمى أبو جهل ما الذي دفع أبو جهل ليصنع ما صنع هل لأنه مثلا عنده موقف من القرآن من القرآن صدق أو لا تصدق أبو جهل كان معجبا بالقرآن وكان يراه من طبق أرفع من أفصح كلام العرب هذا رأي مين أبو جهل من أفصح كلام العرب طبعا لما يحكي واحد زي أبو جهل بهذا الكلام بالسلف القرآن نزل بلغتهم ونزل بلسانهم يستخدم نفس الألفاظ اللي هم يستخدموها طب ليش ما صرح إيش أبو جهل بالكلام هذا لأن إذا صرح معنا خلاص المفترض أنه إيشان إنه يسلم وما هو بقول البشر مش قول البشر هذا يعني الوليد ابن المغيرة لما يرى الله إن عليه إن له لحلاوة وإن عليه للطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغمق وإن بدأ يعني بابدح في القرآن وما هو بقول البشر إيه أصبأت يا ابن المغيرة وما هو بقول البشر لا 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 تراجع فلتاتوا لسانهم أبو جهل كان يخرج يعني كان يخرج في الليل مستخفيا إلى حيث بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ويلبدل في مكان يتسمع فيه القرآن ويتذوق حلا وتخلقه جلس مرة يستمع إلى في الليل حتى أدركه ألف أصبح وتسلل عائدا إلى داله في الطريق انتبه فيه اثنين مشين مين أبو سفيان والأخنص ابن شريك والأخنص ويسأل أبو جهل ويسأل أبو جهل لكي تعرفوا أن المشكلة ليست مشكلة حق باطل لا المشكلة مشكلة خلفيات تنازع خلفيات شو هش بقول كنا أو تنازعنا نحن وبنوا عبد المناف الشرف بنوا عبد المناف قبلت مين قبلت الرسول السلام تنازعنا نحن وبنوا عبد المناف الشرف أطعموا فأطعمنا طبعا كانوا يتنافسوا في القصة اللي هي إكرام الحجيج أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفر سيرها يعني قد بعض قالوا منا نبي يعني قد بعض قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذا والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه إذا القصة فأنا عدم الإيمان هو قصة إيش ليس قصة أنه حقه باطن وصحه غرب لا قصة اختلاف هذا قبيلة وهذه قبيلة هذا شرف وهذا يعني المسألة هيك لا هي مسألة مبادئ ولا قيم لكن هل أبو جهل هالكلام اللي صرح فيه بالليل هيك للأخنس والأبو سفيان هل يستطيع يحكيه للعامة لا يستطيع يحكي للعامة لكن هذه هي الحقيقة القضية هي قضية الشرف والمكان ماشي لكن قرآن بيقدرش يقول عليه ولا حاجة من أجل هذا لقب أبو جهل لقب أو لقبر وصرع سلم عمروا ابن شاء الله قبروا بأبي جهل الخلاف بسبب اختلاف الخلفيات من أصعب أنواع الخلاف لأن كيف نحن ممكن نعالج هذا النوع من الخلاف كيف يعني الآن المصرد مدام من أصعب يكون فيه عندنا نمسك اليهود نظلناها لحين نقر على رأسه نخليه مسلم نضبط مثلا ندخل لصاحب المشكلة بالشكل هذا أن نحاول أن نغير في خلفيته هل العلاج أنني أغير في خلفيته هل سهل أنني أغير في خلفيته الإنسان ليس سهل يعني لما واحد يعني اليهود حيائي بن أخطف يقول له هو 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 النبل المكتوب عندنا في التوراة والصفاته موجودة قال لهم نعم وماذا أنت صانع يا حيائي عداوته أبدا الظهر إذا للقصة أنا لاحظوا يعرف كفروا على علم عارفين الصح وكفروا فالمسألة هنا ليس سهل أنني أغير الخلفيته طب كيف بدأت عمل أنا مثل هذا من الخلاف أول شغلة دعونا نركز على تغيير المفاهيم بالمعلومات والحقائق يعني لماذا ندخل في جدل حول القيم الخلفي وغيره لماذا ندخل في جدل حول الخلفيات دعونا نركز على المعلومات والحقائق خذوا قصة سيد من سادات العرب اسمه سويد بن الصامت رضي الله وعلا سويد بن الصامت جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس إليه النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد قوم فذهب إلى رسوله السلام يدعو لإيش يدعو لإسلام فأقوله يا سويد ألا تسمع مني يا سويد ألا تسمع مني فسويد ببساطة قاله لا حاجة لي بديش كيف المشهد هذا لا حاجة لي من أنت حتى ترفض أن تسمع كل هذا رسول السلام صبر وأوذي كثيرا سواء هذا معنى أو هذا نادي عارفين في الطائف ما حدث معنا من أصعب المواقف التي مرت على رسول السلام في الطائف أوذي ضرب الإحجار وترد لا حاجة لي فالرسول السلام قال ولم لماذا تسمع قال عندي خير منك عندي خير منك فالرسول السلام طبعا عندي مجلة لقمان مجلة لقمان صحيفة جمعت فيها حكم لقمان أعرف حكم القرآن من ضمنها وغض من صوت إن أن أكر الأصوات فهذه الصحيفة كان جامع فيها حكم اللي قال لقمان وكان يحفظها سويد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسمعني خلينا أسمع ما تقولون أحسن القرآن سمعني فقرأ عليه سويد من حكم لقمان العظيمة في الأدب ومكارم الأخلاق والتي ذكر الله بعضها في سورة لقمان من التوحيد والتقوى والتواضع الخرط الصوت إلى غير ذلك ولما فرغ سويد خلص قال صلى الله عليه وسلم انتبه تعلم أسلوب الحوار بعد ما سمع منه الرسول عليه وسلم قال هذا كلام حسن وعندي أحسن منه الله رهنا الحديث مدح الكلام الذي ذكره أحسن وعندي أحسن كلامك أحسن على الجانب أنا لسا عندي أحسن منه طب الله يقول بالشكل هذا كلام حسن وعندي أحسن منه أول شيء أنت حقيت في الأعلى بالك الفضول أن أسمع أين أحسن أن أسمع فقال الأعراضي أسمع مني هل حين صار بده ما بده يسمع فأسمعه القرآن الكريم فقال سويد ابن الصابق هذا والله خير مما عندي وأسلم كانوا يحترم عقولهم تعلموا طريقة الدعوة الحوار حديث تعلموا الكلام هذا أنا في أحد الاجتماعات يعني قاعد يعني أرجع أنا كان مفترض بمطلع واحد ففي خمسة يعلق عليه الأسف لقيت أنا أغلب الحضور أول حاجة بدها أنا بختلف مع عفلان الله كلام عفلان غلط لكن أنا رأي كذا الكل كل واحد يبدأ حديثه بالتقليل من شأن الآخر ويأتي هو يعمل كأنه هو أبو العريف للأسف أنه هذه من هجيتنا في أغلب الشمعات في الحديث الصح أن حتى لو حكا شغلة أنا مختلف معها الصح أن أنا أمدح فيها أن أنا أذكرها بطريقة وأثني عليها وممكن أن أقول لكن أنا عندي إضافة تلقائيا أنا بعد أن أقول إضافتي الناس تفهم أنه واضح أنه هذا الكلام أفضل بكثير من هذا لكن بدون أنا أن أذن من آخر أو أن أسف إلى آخر ولا كيف يعني لا تمدح نفسك من خلال تسفيه الآخر لا ترفع من شأنك من خلال تقليل شأن الآخر بالصح أوكي إذن هنا لاحظه وهو دخل هنا في المعلومات في الحقائق لا تدخل أن أن الذي لدي أحسن الذي لدي أحسن والذي لدي أحسن ونخابض لا تفضل ماذا تفضل إطرح الذي لدي وإطرح الذي لدي وإطرح الذي لدي ونرى ونرى هذه أول جزئية ثاني جزئية في علاج المشاكل أو الخلافات لا تنفعل إطلاقا مقابل العواطف الشديدة الخلفيات هنا تدعو بالثير الحبي والثير العواطف لا تنفعل لا تنفعل مقابل العواطف الشديدة أنا أقول الصح أن العواطف لا تحرك الصح أن نبتعد تماما عن العواطف العواطف كما تخلط بسرعة تخبض بسرعة وبالتالي المطرد أن أكون أسلوبي في العلاج أسلوب موضوعي أفضل خذ وقتك في الحل خذ وقتك في الحل العلاج دائما نتيجة تكون الآن يعني بدها قليلا في بعض الأشياء بدها هدوء وبدها روية وخذوا مثال على غزوة بني المصطلق اقتتل على الماء كان الجيش في منطقة اسمها بني المصطلق أو ماء المرايسي هنا بائر الماء مهاجرين وأنصار من الغلمان العبيد المهاجرين وأنصار يستمرون عند الغلمان للغنى فاختتلوا غلمان لعمر بالخطار يعني واحد كان أجير لعمر بالخطار واحد الذي أجير للأنصار اقتتلوا مع بعض فالغلام تبع الأنصار لما اقتتلوا هدى التي ازدحموا فصار فيه مطفش فالغلام تبع الأنصار قال يا معشر الأنصار والغلام تبع المهاجرين يا معشر المهاجرين الآن سمع بالكلام هذا مين رأس النفاق عبدالله ابن وبي ابن سلوين سبحان الله هذا رأس النفاق طبعا درباكو كمان لو نظرنا ما الذي خلاء ما الذي خلاء رأس النفاق هذا ما يسلم ما ينقل في الإسلام طلاقا ولا شيء يسواها صح ما الذي لم يسلم أنه خلفي وكانت أنه كان بن صبور قاعدين يعملون له التاش على أساس أنه يتوجه ملك على المدينة فلما جاء رسول الله سلوين يبدأ راح فنافق كفر الآن ما عبدالله ابن وبي ابن سلوين لما سمع هذا غلمان غلمان مصطا يعني عادي يعني إش قال قد ثاورونا في بلادنا والله ما مثلنا وجلابيب قريش جلابيب قريش يقصد في همير المهاجرين والله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه إلا كما إلا كما قال القائل سمن كلبك يأكل سمن كلبك أجون ضعاق وجعنين وشبين وغير وضع منها وفي الآخر بذن شوف السفاهة والله لإن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها وبيقصد نفسه ليخرجنا الأعز منها الأذل الأذل طبعا يقصد منها بها مين يعني لا إله كان قاعد في الجلسة تبعته واحد اسمه زيد بن الأرقم كان لسه صغير ونفر من الأنصار فسمح زيد بن الأرقم فذهب إلى رسول صلى الله عليه وسلم وهو عند عمر بن الخطاب فأخبره الخبر فقال عمر بن الخطاب على المكان كلمة هذه صعبة دربان هذه كل هذه فيها انقلال على رسول الله وفيها دعوة القتل وفيها دعوة لشخصة في المسلمين فيه لليضرب عنقه عمر بن الخطاب بده علاجها أنا عمفين علاجات سيدة عمر رضي الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نشرح قاعدين خذ وقتك في الحل خذوا المسألة بده حكمة المسألة بده حكمة بده جري ورا العواطف بده جري ورا العواطف بالمناسبة نحن وللأسف ربما نعيش الآن مرحلة شبيهة بهذه الصورة اليوم اغتيال أخونا فقهة ومنطمر الداخلية أمس والتهديد بإجراءات ضد العملاء وغيره هذا يشير يعني اذا أتخذ إجراءات ضد العملاء هذه لا تحتاج إلى اغتيال فقهة أو غير فقهة المفترض أننا في حرب مع الاحتلال مستمرة ومن أدوات هذه الحرب التي استخدمها ضدنا الاحتلال وهو العملاء وبالتالي الحرب ضد الاحتلال وعملاء أول مفترض أننا نكون كل ثانيا لا أتطرش أنا العاطف الشعبي الجياشة مثلا ضد الاغتيال ومطالبة بالثقر ومطالبة بكلام هذا لا تخرج الصحن لا تخرج قراراتنا بناء على عاطفة الجماهير لا تخرج قراراتنا ردات فعل ليس صحيح هذا بالشكل هذا وكأننا أقول لكم شيء أنا أخشى ما أخشى لأن بعض الناس تضمن لماذا لم تتخذ إجراء مثل هذا الإجراء في أوقات ثانية لماذا تتخذ هذه الحين مثلا تتخذ جوانب والتالي الجوانب العاطفية هانا للقرارات هذه مشكلة كبيرة الصح أنه أنا كقائف الصح أنه أنا أنت به فلا تخرج قراراتي بناء على عاطفة على عاطفة الجماهير تخرج قراراتي دائما والقزنة ودائما أن القرارات تكون مبادرة وليست ردات في عدم أعلم ما أحكي إلى الرئيس يمنع عمر القطاب مر عباد النبشر فليضرب على مطاب خلاص فقال صلى الله عليه وسلم كيف إذا تحدث الناس يا عمر أن محمدا يقتل أصحابه لا رفض ولكن نادي يا عمر الرحيل الآن الجيش نادى بالرحيل منادات الرسول بالرحيل كانت في وقت تقريبا الظهر كانت يعني في وقت لم يكن معتاد أن الرسول ينادي الجيش بالرحيل في الصحراء والخلاء وغيره فسافر في الظهيرة مسألة ليس سهلة الآن لقي اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية النبوة ثم قال والله لقد رحت في ساعة منكر ما كنت تروح فيها طبعا نستغرب أسيد بن حضير يعني ليش احنا مسفرين فقال صلى الله عليه وسلم أما بلغك ما قال صاحبك النوبي زعم أنه إذا قدم المدينة سيخرج الأعز منها الأذن عرفين من تصور المنافقون كيف زعم أنه إذا قدم المدينة سيخرج الأعز منها الأذن قال هذا سيد بن حضير رحمة السادة قال فأنت يا رسول الله العزيز وهو الذليل ثم قال أرفق به يا رسول الله فوالله لقد جاء الله بك وإنا لننظم له الخرز لنتوجه فإنه فإنه لا يرى أنك أو أن قد سلبته ملكا يعني هنا بفسر لاحظوا هذه خلفية المشكلة تبعت عبد الله بن عبيب بن سلود الخلفية تبعته إنه كان بجهزه على ساسهم وحطوا ملك على المدينة فأنت سلبت منه الملك فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس حتى أمسوا وسار الليل حتى أصبحوا وصدر يومه حتى اشتد الضحاء بدأت الدنيا مالها اتحمل ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث طبعا هو بدون الناس بدأ تحكي في الموضوع والأنصار يقول المهاجرين ينصروا هذا الصح هذا بدون الكلام يحكي الآن لاحظ واحد سافر رسل هار واللي رسل سافر في ظل الصحراء لما وقفهم مجرد منزلوا عن البهاين تبعتهم كلهم راحوا في النوم ترك لهم الشرصة أنهم يحكوا مع بعض يعني فلم يأمن الناس أن وجدوا مسى الأرض فنام ونزلت سورة المنافقون في هذا الموضوع ثم إن عبد الله طبعا مجرد ما يصحوا يلا لعن وصلوا إلى المدينة عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول رضي الله وعلم نحن نحك على الأول عبد الله ابن لما بلغه ما كان من أمر أبيه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل أبيه قتل عبد الله بن أبيه فيما بلغك عنه فإن كنت فاعلا فمرني به يعني بدل ما تقول أي حتى لي يقتل لا مرني به فأنا أحمل إليك رأسه فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبيه يمشي في الناس فأقتله فأقتله مؤمنا بكاثر فأدخل النار فقال صلى الله عليه وسلم بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا أنتم تعرفوا يستوع ابنه لرقص النفاق لما دخلوا كل الناس دخلت المدينة كان واقف ابسيفه لما روحوا على باب المدينة ولما جاء أبوه عند المدينة منعه من دخول المدينة قال والله لا تدخلها حتى يأذن رسول الله فأنت الأذل وهو الأعز رفض أنه ما يبقى هانا القرب والبعد من ما يجعل واحد جريب منك ويجعل واحد بعيد منك أنه أبوك أخوك أبن عمك أبن أسيبك أبن 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 صح ماذا الصح الصح قديش قرب الله لأشداء على الكفار رحماء بينهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين قل إن كان آباؤكم أبناؤكم أحب إليكم من الله ورسوله وتجارة وجهاد في سبيله فتربصوا المثلة هنا نحن الآن نحب الناس لكي يجعل الناس لأنها كويسة مع الله لكويسة مع الله نحب والعرف ما نفعل الصح هل تفعل هذا نحن 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 لا لا تمام الإيمان تمام الإيمان أن لا أقرب واحد إلا لدينه ولا أبعد واحد إلا لدي أنا أحب إنسان فقط عشان الله رسول لا يقول الحب في الله والقره في الله إن الله إن الإنسان إذا أحب في الله وكره في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان ماشي يعني لعله هذه إن شاء الله يعني شعر المفاهيم هذه نحن يعني أنا الغريب يعني نحن المفاهيم هذه نشواط عمان صح لازم مقياس عنا الله والرسول صح هذا مقياس المعيار الأساسي الذي لازم نحتكم إليه ونحكم على الناس من خلال صح هي في الصح المصدر الثالث من مصادر الخلاف هو نقص المعلومات وسوء فهمها يعني أغلب المناسبة أغلب المعلومات هي سببها أغلب الخلافات هي سببها نقص المعلومات في الغالب أو مشكلة في المعلومات صح يعني فلانا حكيت عنك هذه معلومة الله يعلم أن يشغل الصدفة طيب إذا نقص المعلومات المشاكل اللي سببها أو الخلافات اللي سببها نقص المعلومات هي أكثر أنواع المشاكل صح لكن أسهلها حلم أسهلها أسهلها حلم لأنه لا يوجد علاقة بالقيار والعواطف وغيره إلا علاقة معلومة أسهلها إن جاءكم فاسق البنباء فثبين يعني قبل مجرد يعني أفلان أنت مالك يبقى حامل عليه ومثلا أنت كذا كذا لما يبين لي وضخ المعلومة خلاص انتهى الموضوع لا يوجد شيئا يعني الشغلة التي لها علاقة المعلومات سهل جدا طيب كيف أنا أول شغلة من يعني من خلال إصلاح المعلومة يعني المعلومة المفترضة أنها تصل الناس أو تصل صحيحة ماشي الصحيحة أنا لما أقول أي شغلة أتحرى أنها تكون المعلومة مالها كاملة وصحيحة شوفوا رسول الله سلم بعد الخندق بعد الخندق وهزينة المشركين وانسحابهم خريش وقفان وغيره من حول المدينة طبعا أنتم تعرفون في غزوة الخندق نقض بنوا قريضة العهد مع رسول صلى الله عليه وسلم وتحالفوا مع قريش وقفان يعني تخيلوا في جيش في عدو من خارج المدينة وفي عدو كان من داخل المدينة جاهز للانقضاء على المسلمين وخصة التي هي كيف انه انهزم المشركون أو هزم الأحزاب تمام القصة هذه عارفين قريضة انسحب القريش وغطفان لكن ظلوا من ظل بل قريضة فجبريل جاء لرسول سلم قال وضعتم السلاح والله لم نضعه لم نضعه عن من يقصد جبريل هو فرقة الملائكة تتعرفون وين في إيمان وين في جماعة مؤمنين تحارف هناك فرقة من الملائكة من للحرب معهم لكن المثل بس آتوا إيمان بس آتوا إيمان اللهم صلى الله عليه سيدنا محمد الآن لما رسول سلم قال للصحابة لا يصلي ينا أحدكم العصر إلا في بني قريضة طبعا هذا الكلام بين الظهر وبين العصر لا يصلي ينا أحدكم العصر إلا في بني قريضة فبادروا إلى امتثال أمره ونهضوا من فورهم الآن هم في الطريق لسا قبل ما يصول بني قريضة وهم في الطريق أذن العصر الأمر إيش كان لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريضة في الطريق أذن العصر فقال بعضهم لا نصلي إلا في بني قريضة هيك الأمر لا يصلي أخذوا ظاهر النص هنا وما فينا نصليها إلا في بني قريضة تمام طبعا هذول هذول اتأخرت عليهم وقدن المغرب وهم لسا لم يصلي فصلوها بعدها الآخرون قالوا أن رسوله كان يقصد الإسراع في الرحيم إلى بني قريضة يعني كلامه كناية عن دعوة للإسراع فهذول مجرد مأذن صلوا في الطريق صلوا في الطريق طبعا عندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر لم يعنف الطائفتين أجازة التي هي الطائفتين لكن في الأصل الأمر المفترض يجب أن يكون ماله واضح ماشي يعني المعلومة أنا بطريقة التي تكون مالها تكون واضحة لا تقبل اللفس القرارات الإدارية الوامر الإدارية المنطرد أنها لا تقبل اللفس في حروب الردة سيدنا عمر سيدنا خالد من الوليد يقول للجيش وكانت ليلة باردة وريء شديدة ما قال أدفئوا أسراكم أدفئوا أسراكم طبعا يقصد فيها أن ندفوا الأسرا يعني ونعوهم ما رب يريح مساكعة تمام هذا خيام أدفئوا أسراكم أدفئوا في لغة بعض العرب يعني أقتلوا أقتلوا أسراكم فما كان من الجماعة إلى أن قتلوا الأسرا اللوامر لازم تكون مالها واضحة إذن علاج نفس المعلومات أول شغلة إصلاح المعلومات إعادة صياغتها بطريقة أنها تكون مالها لا تقبل اللبس واضحة صحيحة ثاني حاجة إعادة توزيع المعلومات أو التأكد بنوصول المعلومة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر